هل بلَّغت؟ يقول للصحابة هل بلَّغت؟ قالوا نعم بلَّغت يا رسول الله نشهد أنك قد بلَّغت قال اللهم يرفع أصبع إلى السماء وينكِّسها اللهم فاشهد اللهم فاشهد يرفع أصبع إلى السماء يشير إلى ربه تبارك وتعالى فالله فوق عرشه بائن من خلقه يُقَرُون حكاية عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من أمة السلف يقول كان رجل ينفي العلو وينفي الاستواء ويقول الاستواء معنا وكان له حاجة عند شيخ الإسلام وقال له تأتيني غداً في بيتي وأعطيكها فجاء هذا الرجل إلى شيخ الإسلام وطرق عليه الباب وخرج عليه فاعتذر شيخ الإسلام وقال حاجتك ليست جاهزة إنما تأتينا الغداً بإذن الله إن شاء الله تكون جاهزة فذهب الرجل وجاء من الغد شيخ الإسلام قال باقي بقايا ما كملناها تجينا إن شاء الله بعد غد فالرجل مل من يوه يتردد على شيخ الإسلام عشان يقضي حاجته بعد أن مشى خطوات رفع رأسه يدعي على شيخ الإسلام قال له تعالي أنت ماذا تقول أنت تنفي العلو أصلاً ماذا تدعو وإن ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب حسبي الله على فلان فأنت فاستغفر الرجل وتاب ورجع إلى مذهبي أهل السنة والجماعة يا جماعة عليها على هذا الشي علماء للأسف ينفون العلو ويقولون إن الله مستوى على عرشه وليس فوق سماواته ولا باء من خلقه ولا يجوز الإشارة إليه والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر في حجة الوداع وهو في عرفات يخطب بالناس وبعد أن بين لهم الحق قال هل بلغت؟ يقول للصحابة هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت قال اللهم يرفع أصبع إلى السماء وينكسها اللهم فاشهد اللهم فاشهد يرفع أصبع إلى السماء يشير إلى ربه تبارك وتعالى فالله فوق عرشه بائن من خلقه وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وليس فيه تجسيم وليس فيه قضية مكان ولا قضية جلوس الله نصفه بما وصف به نفسه في كتابه ومما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته لا نتجاوز القرآن ولا الحديث هذا هو مذهب أهل السنة لكن هل الله خطبنا بكلام نفهمه؟ نعم خاطبنا الله بكلام نفهم فنحن نعرف معنى الاستواء ومعنى العلو ومعنى الفوقية ومعنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى القدرة ومعنى الإرادة ومعنى النزول ومعنى الوجه ومعنى اليد كل هذه معانى نعرفها ونفهمها من لغة العرب ومن لغة القرآن فالله خطبنا بكلام نفهمه لكن الله ليس كمثله شيء قاعدة من قواعد السلف كما أن الله له ذات تخصه فكذلك له صفات تخصه الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن الله له ذات ليس كمثله شيء كما في سورة الشورى ليس كمثله شيء ليس مثل الله شيء أبدا وهو السميع البصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر